الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على طريق القلة أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلها رؤية أعواد القصب اليابسة في المنام علامة على الخراب والقربة الشديدة الذي يعاني منه صاحب الرؤية هذه الأيام رؤية أعواد القصب أصبحت يابسة في المنام وصاحب الرؤية يتخذها عكاز إشارة وعلامة أنه يسير في طريق الموت والله أعلم حلم القصب اليابس في المنام دليل على الفقر والقهر الذي يشعر به صاحب الرؤية هذه الأيام والله أعلم أما هناك رؤية واحدة فقط جيدة للقصب اليابس من رأى في المنام أن قصب السكر في يده اليابس تحول إلى قطعة من المعدن الزهب علامة على قصرة الحسنات التي يقوم بها صاحب الرؤية والله عز وجل أعلى وأعلم من يرى في المنام زراعة القصب علامة على تغيير الأحوال للأفضل خلال هذه الأيام حلم القصب المزروع الأخضر في المنام يكون دليل على السعادة والأفراح القادمة لصاحب الرؤية من يرى في منامه القصب المزروع تكون إشارة على زوال الهموم والمشاكل من حياته رؤية القصب المزروع في المنام علامة على التخلص من بعض المشاكل والهموم في الحياة والله عز وجل أعلى وأعلم من يرى في المنام أنه يقوم بجمع قصب السكر ولم يعجبه طعمه علامة على الضيق والإنزعاج الذي يشعر به صاحب الرؤية هذه الأيام رؤية المرأة المتزوجة أنها تقوم بجمع قصب السكر والله أعلم علامة على زوال الهموم والمشاكل من حياتها حلم الرجل أنه يجمع قصب السكر في المنام تكون إشارة على الوظيفة المرموقة والصحة الجيدة لصاحب الرؤية حلم المرأة الحامل أنها تجمع قصب السكر يكون دليل على ولادتها السهل وتيسير أمورها والله عز وجل أعلى وأعلم من يرى في المنام أنه يحمل القصب علامة على سلامته هو وأولاده وصحتهم الجيدة والله أعلى وأعلم رؤية حمل القصب في المنام إشارة على الخير القادم لصاحب الرؤية رؤية حمل القصب في المنام علامة على الأموال التي يحصل عليها رؤية حمل القصب في المنام يكون دليل على الخير والرزق الواسع والله عز وجل أعلى وأعلم من يرى في المنام أنه يقوم بشراء القصب علامة على المشاجرات الكثيرة التي يقع فيها صاحب الرؤية هذه الأيام حلم الرجل أنه يقوم بشراء القصب علامة على التفرق بينه وبين الأصدقاء والأهل الأيام المقبلة رؤية شراء القصب في المنام يكون دليل على الأفعال المتهورة التي يقوم بها صاحب الرؤية والله أعلم رؤية شراء القصب في المنام بشكل عام علامة على المشاكل التي يقع فيها صاحب الرؤية والله أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته